رئيس بداية أهنئكم على تولي البرازيل رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر متمنيا لكم التوفيق والسداد في تيسير أعمال المجلس ويشرفني أن ألقي هذا البيان باسم المجموعة العربية السيد الرئيس عقد مجلس الأمن اليوم في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية الغاشمة والشعواء على قطاع غزة جالبة الدمار والموت ومهددة بتفجر دوامات عنف أوسع في المنطقة بأكملها وتؤكد المجموعة العربية هنا على ضرورة العمل على الإيقاف الفوري لهذه الحرب والحيلولة دون اتساع نطاقها منع الإتفاق من الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة اليوم وتشدد المجموعة على أن فشل المجتمع الدولي في وقف هذه الحرب هو فشل في تطبيق القانون الدولي وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب ولا يجدون أبسط مقاومات الحياة من ملجأ وغذاء ومياه شرب وكهرباء ورعاية صحية ونشدد على أن الصمت الدولي على ما يتعرض له قطاع غزة من حرب وقتل هو صمت على عدوان يجدرد الغزيين من إنسانيتهم وحقهم في الحماية وصمت على الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي ونؤكد على أن منع إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وإجبار أكثر من مليون مواطن في شمال القطاع على مغادرة ملازلهم هو انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مشددين في هذا الصدد على ضرورة إيصال هذه المساعدات بشكل فوري دون أي تأخير ونشيد هنا بالدور الرئيسي والجهود غير المسبوقة التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أنروا في مساعدة المدنيين في قطاع غزة مؤكدين على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير ما تحتاجه الوكالة من دعم فوري في ظل شح الإمكانيات ونقص التمويل اللازم للوكالة لتمكن من أداء مهامها وواجباتها الإنسانية وفقا لتكليفها الأموي السيد الرئيس تشدد المجموعة العربية على أن أي محاولة سافرة للتهجير والترحيل القصري للفلسطينيين من وطنهم أو التهديد به إلى جمهورية مصر العربية ودول الجوار هي جريمة مدانة ومرفوضة وتعد خرقا جسيما لاتفاقية جينيفي الرابعة للعام 1949 وهنا نؤكد على ضرورة تطبيق القواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير الأخلاقية دون تمييز وليس بناء على الجنسية أو الهوية ويتوجب على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير واحدة فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين كما أدان قتل المدنيين الإسرائيليين فالضحايا المدنيون هم ضحايا أيًا كانت هويتهم أو جنسينيتهم السيد الرئيس نود التذكير هنا بأن ما تمارسه إسرائيل لا يعتبر حقا في الدفاع عن النفس ومن المؤسف ما يتم تكرارهم قبل بعض الدول في أن إسرائيل لها الحق على الدفاع عن نفسها في قطاع غزة التي هي أرض محتلة ونذكر هنا بما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل للعام 2004 وبالأخص في الفقر 139 في هذا الرأي والذي لا يمنح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها في الأرض الفلسطينية المحتلة وما ينطبق هنا هو أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالرد العسكري على الهجمات المسلحة في الأراضي المحتلة حيث يستوجب على قوة الاحتلال أن تحترم مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية وعدم توجيه الهجمات على المدنيين والأعمال المدنية كما يحصل والتناسب في الرد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين ومن خلال متابعة تطورات الأوضاع من الواضح أن أعمال إسرائيل العسكرية في غزة لا تحترم الحدود الدنيا التي يستوجبها القانون الدولي الإنساني وهي حتى لا تدعي بذلك كما سمعتم قبل قليل وتصريحات كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين لا تدع مجالا للشك في أن ما ترتكبه وسترتكبه سيتجاوز كل محظور قانوني وأخلاقي وإنساني ضد شعب أعزل لا يستجيب لاستغاثته المجتمع الدولي السيد الرئيس تجدد المجموعة العربية التأكيد على أن السلام العادلة والشاملة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وموادرة السلام العربية هو خيار عربي استراتيجي يمثل السبيل الوحيد الذي يحمل منطقة بأكملها من دوامة العنف وفي الختام نؤكد على أن إسرائيل لن تحصل على الأمن والسلام ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على الأمن والحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وشكرا سيد الرئيس أشكر المبتسل أردوني ترجمة نانسي قنقر